مشروعات مشروعات هائلة زي نبقول كده مشروعات هائلة نقدر نتكلم عليها ودايما نتكلم عليها بنسبة العبور بنسبة سيناء وبنسبة تحريض سيناء وبنسبة نصر اكتوبر بنبني سيناء وبنبني فيها اكبر تنمية تم في تاريخ سيناء بتتم على ارض سيناء حاليا الاهرام وانا بحييهم بصراحة صحفتنا العزيزة علينا ومؤسستنا العزيزة علينا والواحد دايما يبقى فخور بانتماؤه الى الاهرام لان بتكلم على اهرام ممكن اه والله بكلمكم بجد يعني لانه تاريخنا وعمرنا كله بنقضي في هذه المؤسسة من وحنا طلبة من التمينات لحد النهاردة فضل ربنا يعني والليها فضل علينا كلنا اش عايز اتكلم كتير لانه ممكن لواحد ايه في لحظة كده فلها الفضل علينا كلنا عملتنا الاسم واحنا صغيرين واحد محرص صغير كده من الاهرام الشهرة والسمعة والمصداقية وصراحة يعني اهرام بكرة عاملين عدد مهم وانا بحير استاذ عبد محسن سلام رئيس المجد الضارة استاذ علاء السابت رئيس التحرير عدد مهم جدا بمناسبة احتفالات اكتوبر فيه ثلاث ملاحق كبار يعني ثلاث ملاحق كبار ملحق لأول ام الدنيا تبني قواعد المجد القائد والعبور للحلم المصري ده الغلاف ده الملف الاولاني او الملحق الاولاني ثلاث ملاحق قوية جدا عالتقرف الملاحق الموضوعات القضاء اللي بتناقش شايفين قدام حضراتكم لو عندكم الصفحات ممكن تنزلوا بيها على الشاشة افضل لانه زي ما بقول لكم مهم ايوة ايوة دي صفحة الصفحة الاولى للملحق رقم واحد صفحة الثانية بتتكلم على الوعي مفتاح النصر ملحمة العبور تحققت بتلاحم الشعب مع قواته المسلحة والمعرفة التامة بقدراتنا صفحة الثالثة بتتكلم على القوات البحرية من نصر اكتوبر العظيم 73 حتى اليوم 21 التطوير اللي تم التحديث اللي تم الفرقاطات حاملات مسترال حاملات الهليكوب طرى عندنا حصل ايه غواصات عندنا تحديث كبير قوات البحرية قواعد جديدة اضيفت لقوات البحرية النهاردة واحدة من اقوى ست قوات على مساء العالم قوات البحرية المصرية وربما الترتيب ده يتقدم مع التطورات اللي بتتمي في القوات البحرية اللي بعدها وزير الاوقاف بيتكلم على في حوار لي وتصرحات لي على مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وما ساعدته مصر من مكانتها بالافعال لا بالاقوال هكذا ذكر الدكتور محمد مقتر جمعة وزير الاوقاف نتكلم على جلدة مئير بيتكلم على العدو والصديق ازاي بيحترم جيشنا العظيم وهي بتتكلم جلدة مئير على مصر وعلى رئيس سادات وخطط الخداع لانه كان فيه عدة خطط خداع وضعت واسرائيل بلعت الطعم وبلعت الخداع المصرية منها كان من احدى هذه الخداع ان الرئيس السادات يزور دولة عربية الجزائر يروح ويتم الاعلان في الاعلام عن زيارة للرئيس السادات الى الجزائر والرئيس السادات يروح الجزائر ويرجع في نفس الليلة ولكن العند كان بيتم عليه ان يكون يومين الزيارة لمدة يومين راح الجزائر ويرجع في نفس الليلة بالليل سرا دون الاعلان عنها في الاعلام وانه قائد قوات الجوية يزور ليبيا ويطلع خبر انه قائد قوات الجوية يزور ليبيا